حقيقة خبر وفاة الفنانة السورية وفاء مصلي الذي تداول منذ قليل وانتشار الخبر والجمهور في حالة حزن وإليكم حقيقة الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر وفاة الفنانة السورية وفاء مصلي حيث انتشر الخبر كالنار في الهشيم مما استدعى معرفة حقيقة هذا الخبر وقد نفت نقابة الفنانين السوريين ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة وفاء مصلي إثر نوبة قلبية مما أثار قلق متابعيها وقالت النقابة عبر صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي الزميل الفنانة القجيرة وفاء مصلي بألف خير والحمد لله وكل ما يشاع عنها وخبر كازب ونعود ونؤكد أي مصدر إن لم يكن من نقابة الفنانين فهو مجرد شائع وسرع فنانون وصنع المسلسلات للتواصل مع الفنانة التي تمقلت من جهتها محبيها وأصدقائها مؤكدة أنها بخير واستحجنت الفنانة ما يشاع عنها حول وفاتها الذي يقلق عائلتها وجمهورها مطالبة بعدم الانسياع وراء تلك الشائعات وفنيا شوقت وفاء مصلي جمهورها عبر صفحيتها على موقع التواصل الاجتماعي لفيلم الجسر الأبيض الذي انطلق عارضه على يوتيوب مساء الجمعة ونشرت الملسق الدعي للعمل وكتبت تابعون فضلا وليس أمرا وصلت تفاعل النشاطاء لما نشرته متمني لها دوام التقدم وصلنا إلى نهاية خبر اليوم وحقيقة وفاة الفنانة وفاء مصلي دمتم فأمن الله والسلام عليكم